أعلن وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة موافقة لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة ابتداء من يوم الجمعة الثامن والعشرين من أغسطس الجاري وأشار وزير الأوقاف إلى ضرورة اتباع عدة ضوابط احترازية منها مراعاة التباعد وارتداء الكمامات وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور الانتهاء وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه كما شدد جمعة أنه في حالة حدوث أية مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة مع عدم إقابة الجمعة في المسجد الذي تحدث فيه المخالفة مرة أخرى